طبعا استمتعنا مبارح بمباراة الزمالك و بيراميدز و فاز بها نادي الزمالك 3 اثنين برغم الغيابات المؤثرة اللي حصلت في تيم نادي الزمالك غياب عنصرين مهمين جدا ولكن عنوان هذه المباراة و انتصرت المبادئ و انا يمكن وجهت اسئلة هين اسؤالي مبارح ليه كابات المصر كابتن احمد ابحليم و كابتن اسماعيل يوسف و كابتن جمال حمزة قلت لهم انتصرت المبادئ و فعلا انتصر المبادئ بغض النظر مين غلطان مين مش غلطان الحقيقة النادي يا جماعة عايز اتكلم على القصة اللي حصلت انا لا هتكلم في عقود ولا هتكلم في فلوس وللي ادعى بالكلام ده لان الحاجات دي ادارة نادي الزمالك قادرة انها تحلها مش علاقة انا مش هتكلم و عجبني جدا تصريح امير مرتضى مبارح هنا في قناة الزمالك مع خالد غندور في الزمالكاوي و في احد القنوات الاخرى الرياضية في قون انه هو الحاجات دي ما تتقلش على الهوى و على الملأ عيب يعني ما ينفعش انا اتكلم في عقوبة لاعب او في فلوس لاعب او لاعب له فلوس الحقيقة انا احترمت هذا في امير مرتضى منصور بعد تصريح مبارح و انا النهاردة ملتزم بهذا الكلام عندي اسرار كتيرة في هذه القصة لكن مش هقدر اقولها ولكن اللي انا هقوله هو ده اللي حصل و خدوا الحقيقة من هنا ما تاخدواش من اي حتى في ناس كتير اجتهدت اجتهدت غير طبعية لكن قرار استبعاد زيزو و دي اول مرة تتقال قرار استبعاد زيزو بالذات من هذه المباراة هو قرار خاص بمستر فريرة مش هتكلم على الفلوس لو مستعقات ولا ملوش لو حق ولا ملوش مش هتكلم على دي لان انا ازا ما قلت افلت هذه الصفحة بكلام امير مرتضى مبارح في هذا البرنامج في برنامج زم الكاو مع خادر غندور ولكن ما حدث بالزبط خدوها مني انا لان انا لما بحل بكونوا حاجة هو ده اللي حصل نزل احمد سيد زيزو التمرين بعد ما اه اه اتكلم مع عميل مرتضى قال للراجل انا عندي شد بعد دي اتين تلاتة انا عندي شد تعبان شوية نده الراجل بكل اه شياكة الدكتور محمد اسامة وقال له اسامة خد اه زيزو وشوف اللي ان هو تعبان والراجل ارك جيم الراجل مش اه لا يعني صايع صايع كورة يعني ارك جيم الاول في مشكلة مش هيلعب خلاص المدير الفني المحترم المدير الفني اللي عنده خبرات كبيرة جدا المدير الفني صاحب شخصية مدير الفني اللي ما يهموش من يلعب وين ما يلعبش ده كان قراره تاني يوم زيزو خرج بقى منعب تاني يوم التمرين نازل زيزو التمرين وفوق الراجل ان هو مع العيبة في التمرين وبدأ التمرين عشان يتمرن ندهو قال له ايه ده ماشك يعني حصل سحر يعني ده سحر يعني اللي حصل ده ان انت مبارح بتقول لي عندي شد ونهاردة بتنزل الملعب بقى فيش حاجة يعني ولا حاجة قال له اه يعني ان شاء الله بفيش حاجة وبتاع قال له لا شكرا انت مع الدكتور وما انتش معاي في الماتش داخل الاسكور العشرين اسم ده ما حدث بالفعل هتقول لي بقى فلوس وهتقول لي امس وكلام ده كله كلام ده كله اه ممكن يكون حصل الله اعلم او ما حصلش انا مش هتكلم فيه انا عارف اللي حصل بره الملعب لكن مش هقوله لان زي ما قلنا الكلام ده كله كلام ده كله ملوش لازمة اللي له لازمة لان ابرهولكو ده هو قرار مستر فريرا